شباب هذا تجربة بس لكيفية تنصيب الروم. الروم المطبوخ تقريبا ساندوش ايس و جالبين. يعني مزدوج. اول شي نمسح داتا فاكتوري. يس. هو من يمسح الانتا فاكتوري. بعدين نجي على وايب كاتش. هم يس. بعد الا وايب كاتش نجي على ادفانج. نجي على ثاني واحد. وايب دارفي كاتش. يس. بعدين ترجع. تجي على مانت. تمسح المانت من الوانت بس تمسح الفورمات ستم. يس. بعدين نرجع نستال زيب فروم اس دي كارت. شوزيب فروم اس دي كارت. ننزل جوه. اه طبعا انا عندي مجموعة الرومات. اه. متجربة انتخذ تعريب تقريبا خلال الاسبوع هذا وهذا جي لي ساندوش فور باي فور بات اه فيرجن اربعة يعني فيرجن الخامس من يعني بتطور او الديفلوبر اه سوي انستال جلي ساندوش يس. ننتظر حتى يحمل الفايلات. اهنا يبقى لك تقريبا اهنا مثل اه ناكست 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 انستال روم. اهنا يقول لك چوز ابستات يو وانتو بي انستالت. طبعا انا ابكس او اكس بيريا. هادي مثل قولان شارك بس اه واجهات يعني مثل خيم. اه واجهات احس بخيم دار او اسبو وهادا لوق سكرين. طبعا او اس بي اه اجملهان. اه يجي ايه يقول لك البرامج اللي تريده بخيمتانيوم وهذا بيرفكت كيبورد. بيرفكت كيبورد يعني ما اشوفان افتش ممتاز. ميسك اي او اس بي كل. جي لي بين فونس جي لي بين غوغو ارس. كاميرا موت. وهذا يقول لك فاكتوري ريسيت او موف دال ذيك هاي نشو نخليها هي تشي فارغة او ناكست اي يقول لك سلكت دا بروغرام ما اوف موت او موت فيترز يوانت تو ريموف اي هاي البرامج اللي مثلا انت ما تريد تمصبها تختار هاي بس انا يعجلني كل هاي اه تختار الا ناكست اهنانا انستول طبعا هاد الجهاز الاصحاب ال سوني ريكسن ارك اس وسوني ريكس او سوني واحدة اس سننتظر حتى يحمل السيستام ينصبها بالكامل. طبعا انا طريقة شرحت كيفية عمل للسوني ارك وارك اس وارك كيفية عمل روت وكيفية تنصيب اللي تخليك تنصب رومات مطبوخة للاجهزة اللي تدعم فور بوينت zero بوينت فور ساندوش ايس كريم احنا لدي نصب الفايلات اي او اس لك سكرين ابس اي فايل ماناجر تيتانيوم باك اوب تولك وولكمان هادا الولكمان مع الاجهزة الجديدة جاية بس موجودة بالساندوش ايس كريم اللي هسه مطبوخ او رسميا موجود مع جيل اي بين والاجهزات القادمة من جيل الاكسبيريا روبوت ناكست اه هسه نختار روبوت ديفايس فينيش يكمل عمليات التنصيب ريبوتينج الهي ننتظر حتى تشتغل الجهاز من جديد سوني جيلي ساندوش اكسبيريا روب شكرا 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 اشتركوا في القناة اتظر حتى يحمل البيانات يعني يسوي الفاعلات حتى تشتغل الجهاز قريبا انا حوالي يعني عندي هذا الجهاز من زمان بس من اسبوعين ورطت نفسي بالروتينج وهي السوال فاني اعجبني انجليش داني مارك ينايتد كينجدوم ناكست يس ناكست يس ناكست سيرتشين واي فاي هذا واي فاي البيت تندا لمسميها تندا ثواني شباب ادخل الفاسورد وارجع لكم قايا تندا تنوا هذه ماذا حين احنا جارزين ناكست ناكست ندخل الحساب الشخصي مرحباً احنا عدك ابيكس لانتشر يعني تقريبا متشابه مع جيل الجالبين وهذا اكسبيريا هون نرجع البيكس هذا واجهة تقريبا يعني مثلا نشوف هنا التغييرات عندنا عندك اه هذا البلاي ستوري هذا البلاي ستوري هذا الرمه موجودة انا حاولت ان اصبها يعني بواحدة بس ما متنصبت فبدلت مكانها بهذا البلاي ستوري عندك هذا يعني مدعومة بالشكل الكامل من الساندوش عندك يعني بهذا الرمه المطبوخ يشتغل بالكامل ولكنها يعني هذا الابستوري موجود بشكل رسمي في الجيل القادم من الاجهزة و عندك هذا ابيكس واجهة الابيكس ابيكس ستنك هاي يعني بحسب ذوقك تختار ابيكس مينو ثيم ماناج ابس اه اد والبابر ماناج سكرين ابيكس ستنك سيستنك هذا يه سيستنب ستنك بس ندخل على اباوت فون تشوف بولد نمبر جلي ساندوش 5.0 كرنال الخاص بالهذا وهذا الخاص بالمتطور ماكسيمو اللي اسمه ماكسيمو وهذا اندرويد فرجن بوينت فور بوينت وينت 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 لكن اندرويد الجلي ساند جلي بين هو واحدة واحد بوينت اربعة بوينت واحد وهذا جهاز موديل نمبر التي ايتين اي يعني ارك اس وترجع جهاز سريع يعني شوف ويجيتس هذا ويجيتس هذا برامج الوالكمان اللي موجود بالروم اقليكيشنات وطبعا كيفية تنزيل الريكافاري بعد الروت تجي الهنا تكتب اكس اريحيكسizzy اع distorted اعتقل اعتقل الهدى 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 ضواجهة. طبعا اللي مستوين الروت عندك يعني هذا البرنامج يقول لك هذا يدعى من فانت بامكانك ان تمنعه من التشغيل او بامكانك تنطي احنا في حالتنا هذا نريد ننصب نختار الصحيح هذا البرجن اقدم ولكن هذا اسرع واضبط طبعا الشكر يعني الاخوان الموجودين في منتدى يكس دي اين المنتدى الرسمي للمطورين صنعوا هذا البرنامج حتى انت تقدر تنصب الريكافري بطريقة سهلة وبدون تعب بعد الروت اللي يريد يشوف الشرح ما للو ما للكيفية عمل الروت طبعا ما عرفوش المشكلة هنا اس بارد اس ريكوارنس كس اكسس وارنك في ديناي دقيقة على كلين احنا اديك اه هذا الواجهة مدعومة بالشكل الرسمي من اه ادى كاعد الواجهة مدعومة بشكل رسمي من الجيل يبين اتمنى ان استمتعتوا بالفيديو ولو يعني بشكل متواضع ولكن يعذروني اه فقط حبيت ان اوضح كيفية اه فكرة كيفية تنصيب الروم او خل الروم مطبوخ اه 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 ان شاء الله اشوفكم من قريب اه اشتركوا في القناة